مرحبا حالة جديدة من مستر تيك واليوم راح نتحدث ونكتشف مع بعض جهاز جديد هو مش سماعات مش تليفون ولا لعبة بلاي ستيشن اليوم حنحكي عن جهاز سبق حكينا عن خيو الصغير الميني هيدا البامبينو جهاز تنقية لوائز ذكي عم نحكي عن الجي بيوري كير 360 اللي بيساعد على إزالة الغبار والبكتيريا والمواد الكيموية الموجودة بالبيوت والمكاتب في المصغير حنستعرض فيه تصميم الجهاز مع المصمم المعروف دانيال وارتسل حنشوف الفين مع بعض وبنكمل مستر تيك ونكتشف مع بعض العلبة دي فيها ايه اللي هي مش موجودة حتي خلينا نشوف مع بعض مسمي دانيال وارتسل وأنا نعمل في مستر تيك أتركي المستر تيك مستر تيك بإمكاني مستر تيك بإمكاني مستر تيك بإمكاني مستر تيك بإمكاني مستر تيك البعض للهولة للأوضع بواقطع بنا كي انتقل بوضع لأوضع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتغيروا فلتر مرة واحدة بس بالسنة وبأنه نحن بنعيش بدول الخليج واللي نمط جوها صحراوي وحار الغبار بيكون جزء أساسي من الهواء اللي نستنشقه وكمان ما بننسى اللوثات الأخرى ولا بننسى الشعر وإذا لدينا حيوانات أليفة أكيد بالبيت أمراض حساسية، دقيق التنفس هدول كلهم موجودين بالبيئة تبعيتنا كمان بما أنه إحنا ما بنقدر نتحكم بالهواء اللي داخل علينا إذا كان من البالكون أو من الشباك أو من الأي سي بس بنقدر نتحكم بالهواء المحيط فينا، حوالينا مع جهاز الجيو وهذا الاختراع اللي عملوه بيوري كير 360 بسبب التصميم الفريد اللي بيمتصل غبرة من جميع الجهاز ولأنه في بداخله مروحة دائرية وريش بتتوجه دائر من دار البيت هذا الشي بيعطي قوة أكتر من أي فلتر عادي بـ 20% بتساعد على تنقيق الهواء مثل ما قلت 360 درجة بالغرفة بالتساوي ونسمع كتير منيح هذا الوقت أنه بأقل من 20 دقيقة الغرفة بتكون مضيفة عنده نظام معزز بالتنظيف بسبب مزيج الفريد اللي عنده إياه بين المروحة لتنقيق الهواء اللي بيقوم بتوفير حوى نظيف على مسافة دائر من دار 7.5 متر يعني حتى لو الغرفة عندك مش 7.5 أصغر هو بيأمن دائر من دار 7.5 متر هذا كمان مع قوة دفع موجودة بتأمن خوى نظيف لجميع زوايا الغرفة اللي إنت قاعد فيها هذا بالسبب إنه الرأس الموجود للفلتر رأس متحرك شمال يمين 360 هذا الشي بيخليها تنظف جميع الزوايا طبعا الغرفة وأخيرا بتقوم بإذالة غاز الفورملدهين اللي هو اسمه صعب بس الرمز طبعه HCO واللي هو عديم اللون ونحن بنسميه بالعربي غاز الميتال هدا الشي بتشيله كلية البيوري كير اهتمت بموضوع الأطفال وفي سؤال كان ينسأل دايما شو هي أعلى نسبة تلوث موجودة بالبيت الـ LG اكتشفت إنه أكتر نسبة موجودة هي بتكون بغرف الأطفال ليش؟ ممكن بسبب الأكل اللي بالغرفة بقايا الأكل اللي بالغرفة اللعبه كتير قصص ممكن ما بنقدر نحكي عنه المستوى السفلي للفلتر بيساعد على تنقية المنطقة اللي فيها الأولاد واللي فيها الأطفال اللي أصلا هن بيكونوا موجودين بالمستوى السفلي الأطفال فبتأمن لهم هوا نضيف مطرح مهنة عم يلعبوا أو مطرح مهنة عم بينابوا لبيوري كير فيه جهاز استشعار زكي بيجي مع شاشة عم نشوفها بنحط نحن بالإعدادات هيدا الشي عجبني كتير وهيدي أكتر نقطة عجبتني نحطوا بالإعدادات الوضع التلقائي الـ Auto الجهاز بنفسه بيشوف مستوى التلوث وبيركز عليه بالغرفة يعني عن طريق الشاشة بنشوف ألوان بنشوف أخضر بنشوف أحمر بنشوف أورنج الجهاز لوحده بالحساسات الموجودة بيتغير شمال يمين وفيه محل بتلقوه مركز مثلا بالكورنر اليمين وبيوقفونيك بتلاقي الشاشة حمراء وبس تنضف بصير منطقة نظيفة بيتغير اللون تبعها للون الأخضر ومعناتها أنه هيدا المنطقة أمينة كل شي حوالينا صار بيمشي بالـ Application كل شي الجهاز ما نسيه هادا الشي وعمله الـ SmartThinQ ووينما كانت فيك تتعرف على نسبة التلوث بالبيت وتتحكم بالمروحة وحتى بقداش القوة تابعوني المروحة عن طريق هذه الـ Application الـ Application عمل كتير موجود على الـ Apple Store أو موجود على الـ Telephone تبعك Google هادا الشي موجود والحلو فيه أنه انت فيك تشغل الجهاز تخيل انت راجع البيت قبل بثلت ساعة بتفتح الجهاز بتدوره بتركز بيفرجيك انت وين فيه التلوث وهيك توصل على البيت هوا نضيف ترتاح من تعب اليوم ومن أعذاب الشغل اللي انت كنت فيه هذا إذا كنت أكيد مش عم تشتغل بـ Mr.Tech ومبسوط ومبسوط هادا اليوم كانت حلقة مستر تيك عم نحكي عن شي ما إلو علاقة بالقصص اللي كلنا دايما نتحدث عليها أغلبية كانت تلفونات الـ LG Pure Care 32 ساعدتنا ساعتة الجو الموجودين فكرة كتير حلو ان يكون موجود هيدا الفلتر بيساعدنا نحنا كأشخاص بالدول العربية دول خليج دول الصحراويه لجو أحسن لجو أنطف حالة جديدة من Mr.Tech جمعتي جاية stay safe و... باي